حتى العياد في العراق فقدت لونها ووقعها المعتاد بعد الاحتلال الامريكي الذي احال بلاد الرافدين من قبلة العلم والفن والمعرفة الى بؤرة للصراعات ومثال للفساد المالي والاداري وادخم الشعب بالاحزان في جميع المحافظات كانت الاسواق تشهد اقبالا كبيرا في مواسم العياد لشراء الملابس واحتياجات البيت المختلفة لكنها الان اصبحت تخلو من زبائنها وغابت البهجة والسرور عن ارض قيل عنها يوما ما انها اجمل ما تطلع عليه الشمس رمضان خير وبركة ان شاء الله على المواطنين العمل واقف رواتب قليلة الشغول كل واقف بصورة عامة الكهرباء ماكو الحرك جاي للمواطنين صيام العالم شحوب صورة ما بعد الغزو يعزوها كثيرون للازمات التي عصفت بالبلاد من عكس سلبا على الوضع الاقتصادي العام بارتفاع الاسعار وزيادة معدلات الفقر وقلة فرص العمل هذا عوضا عن الاثر النفسي المؤلم الذي تجلى بتراجع مظاهر الفرح وفقدان الرغبة في الاحتفال بسبب المآسي التي مرت على البلاد وعدم وجود امل بالتغيير وفقدان احبة كان لهم حضور مؤثر فصار غيابهم اكثر تأثيرا انا ما سوقت الرمضان ولا دا اقدر اتسوق لان الاسعار غالية نار والوضع الاقتصادي بالبلد تعبان ورواة ابن متأخرة وورقة الحصة مهمولة ولا عدنا حصة مثل باقي الناس اللي اعتمد عليها نقول فدع دا استحين شكر تمان زيت اللي هذا ذخير الرمضان في سبيل الانسان الفقير يقاوم يقاوم بهذا الشهر ويصوم ويستغفر ربه وكذا احنا نروح للاسعار نلقاها غالية زينة الاعياد غابت عن بغداد بعد ان كانت العوائل تتسابق في تزيين الشوارع العامة والازقة لكنها اليوم خالية من مظاهر الفرح ومن طقوس استقبال العيد ذلك الذي لم يبق منه في العراق سوى اسمه فيعيد يأتي واغلب الناس تكابد الامرين طلبا للقمة العيش او في مخيمات النزوح فضلا عن فقدان افراد من العائلة ترك رحيلهم غصة في الحياة طويلة كحال ليل العراق الطويل ترجمة نانسي قنقر